في 3 دقايق ازاي تعمل صورة الهجرة في البيت خلاص بالايفون دلوقتي بكل بساطة تاخد صورة تقلع النظارة في القوضة وانت قاعد وبعدين تقوم جاي واخد نفس الصورة دي اللي انت لسه مصورها حالا هي دي تطلع بيها على موقع الهجرة تجربها بخراها بالاضاءة البيضة بكله هو هيعمل لها كراب اوتوماتيك بص اخترتها عمل لها كراب تقوم دايس على اكسبت ام بروسيد الخضرة اللي تحت دي اللي في النص تمام هيقول لك ايه سيف الصورة تقوم سيفها تسيفها في الفايلز وبعدين تفتح الفايلز تطلع الصورة دي اللي انت لسه مسيفها تمام تسيفها في الفوتوز تفتحها من الفوتوز وبعدين فيه اوبشن كده في الايفون تدوس على وشك يطلع يعمل لك صورة جديدة بخلفية بيضة تمام تقوم واخد الخلفية البيضة دي ومجربها تاني على موقع الهجرة هتختارها كده وتشوف هيقبلها ولا لا هتعمل لها سكرين شوت الاول علشان خاطر يبقى حجمها اصغر علشان طبعا تلفون بياخد جودة عليه وتسيف السكرين شوت دي وتطلع بيها على موقع الهجرة موقع الهجرة تجربها وحيقول لك اتقبلت هتقوم دايس على الاخدر تاني accept and proceed وبعدين دون لود للصورة وحتسيفها تاني في الفايلز وحتاخدها هي هي مش دي اللي هنقدم بيها هي فوق على الشمال هي دي متسيفة وجازة بكل بساطة هتخدها تعدل بس في الاضاءة عشان وشك يبان بحيث ان ايه تخش على الاضاءة يخش على التعديل جربتها للمرة المليونة هي بيقول لك مية مية مش محتاجة تعديل بس انا شايفها بهتانة وملا بحك مش بينة فمش فوتو شوب لكن تعديل اضاءة مش اكتر فبتخدها وتطلع على الفوتوز تعدل الاضاءة بتاعتها بحيث تخلي وشك شكله لونه طبيعي لان اضاءة القوضة طبعا وتصوير الكاميرا الامامية زفت المهمة بتعدل الاضاءة اقرب حاجة لشكل اولون وشك الطبيعي بحيث ملامحك تبقى بينة وفي نفس الوقت باصس في الكاميرا ومية مية تمام وحتاخد بعد التعديل ده ده مش فوتو شوب ده تعديل يعني اضاءة فقط الفوتو شوب ده يشيل مثلا شانة بيشيل تجعيد لا انت بتلون بس بحيث ان وشك ملامحه تبقى بينة عشان اضاءة القوضة زي الزفت وبكل بساطة اللي هتقدم بيها ده قبل التعديل وده بعده نجربها للمرة الاخيرة على موقع الهجرة نشوف هتشتغل ولا لأ نجربها اتقابلت ومية مية وهي دي الصورة اللي تقدم بيها معلم ما خدتش مني ولا تلات دقايق ولا مصوراتي ولا تدفع ولا مليم والتقديم من غير باسبور هيفتح يوم اتنين اكتوبر اللي جاي ده وحيقفل يوم خمسة نوفمبر اللي بعده فهو شهر واحد والصورة دي زي ما انت شايفها كده هي دي اللي محتاجة خدتها في البيت ونقاعد في قط النوم من غير اي تعب ولا مليم ولا مجهود